لن يخضر زعيم الانقلاب في النيجر لأي ضغوطات لعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة الجنرال عبد الرحمن تشياني رفض جميع العقوبات والتهديدات التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا المعروفة أيضا باسم إيكواس والتي غادرت عاصمة النيجر بعدما فشلت في الوصول إلى حل للأزمة والمهلة تنتهي يوم الأحد من جانبه وفي أول تصريحات لرئيس المعزول دعا في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست أنه في حال فشلت الولايات المتحدة وغيرها من الدول في مساعدته للعودة إلى السلطة فستقع منطقة الساحل الأوسط بأكملها تحت إمرة الجماعات الإرهابية وسيطرة النفوذ الروسية عبر مجموعة فاغنر وخاصة في بوركينفاسو ومالي الدولتين المجاورتين التي يحكمهما عسكريون وتستخدمان مرتزقة مجرمين حسب وصفه رؤية يشاركه فيها سفير النيجر في واشنطن كياري ليمان تنجيري وضع متأزم في النيجر مفتوح على كل سيناريوها تخطرها عمل عسكري قد يدخل وسط أفريقيا في دوامة عنف تضاعف متعب القر لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات